السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لاك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في قناة وفعل زر الجرس اليوم جاء لكم اسهل طريقة اضافة الحقوق والصورة لأي اغنية mp3 حملت من جوجل من يوتيوب من اي مكان تريد تضيف حقوق تريد تضيف صورة غلاف في الاغنية بحيث ان حد ترسل الاغنية لأحد او تنشرها في المواقع حد يحملها يظهر الصورة الخاص بك يظهر الاسم الخاص بك الحقوق الخاص بك نروح للشهر اول شي كل ما عليك انك تدخل في الدسكريبشن بتحصل تطبيقين التطبيق الاول والتطبيق الثاني احملها من الدسكريبشن بعد ما تحمل التطبيقين اول شي اوضح النقاط التطبيق هذا خاص لتشغيل الاغاني mp3 وهذا هو اللي يغير الحقوق ويضيف صورة للاغنية اول شي هذا التطبيق لما تفتحها راح تشوف مثلا تشغل الاغنية اوكي تشوفوا في بعض الاغاني مثلا في غلاف او في صورة وبعضها ما في اذا تشغل هذا الاغنية مثلا ما تشوفون في صورة هذا هو الشي اللي يتكلم عن كيف تغير هاي الصورة او اذا ما كان في صورة كيف تضيف صورة هنا في الغلاف في الاغنية الطريقة جدا سهل نروح للشر اول شي كل ما عليك انك تحمل هذا التطبيق طبعا التطبيقين مجانية ولكن اذا تريد نسخة مدفوعة تقدر تشتريها النسخة المدفوعة فيه مميزات اكثر اما اذا تريد تضيف صورة حقوق مجاني اوكي طبعا اول شي الناس من شوفون تدخل الملفات او تدخل جوجل تحمل اي اغنية تريدها بعد ما تحمل الاغنية راح بتعصلها في التنزيلات اوكي مثل ما تشوفون حملت اغنية هذا هو الاغنية حملته اذا اضيف صورة عليها كيف كل ما عليك انك تنسخ اضغط علي ضغطة مطولة واضغط على نقل مثلا ما تشوفون نقل الاغنية بعد التحميل من جوجل او من اي مكان حملته اوكي الحين ارجع خطوة للخلف وروح لبرنامج اه هذا البرنامج اللي يغير يضيف اغنية نسمى شفر هذا البرنامج اضغط عليها الحين روح اضغط على download وحط الاغنية هنا اضغط على النقل بعد ما تنقل الاغنية اوكي خلاص الحين ارجع ارجع اوكي الحين روح افتح التطبيق اللي نقلنا الملفة الاغنية عليها في مجلة التطبيق افتح التطبيق روح بحث عن الاغنية اللي نقلت اوكي مثل ما تشوفون هذه هو الاغنية مثل ما تشوفون اه اضغط عليها اوكي اضغط على هذا الزر اضغط على الصور اوكي اضغط على الصور المعرض الخاص بك اوكي اضيف اي صورة تبيها مثلا اضيف اه اه هاي الصورة اوكي بعد ما اضيفت الصورة انتظر ثواني خلاص تم تحديد الصورة مثل ما تشوفون اوكي لاحظوا روح للملفات مرة ثاني اوكي بعد ما تروح للملفات روح الحين روح للملف التطبيق الثاني اللي يشغل اغاني اضغط عليها او لا اول شي روح للتطبيق هذا التطبيق اللي عدلنا اللغنية الحين اضغط على دونلود ابحث عن اللغنية اللي عدلنا الصورة اضغط على ضغط مطولة اضغط على نقل نقل هذا الطريقة هذا ما احتاج انك تجرب بعض الطريقة بس انا اريد اوضح ان الطريقة الشغال تم تغيير الصورة والحقوق اوكي بعد ما اضغط على النقل ارجع خطوة للخلف روح للتطبيق اللي يشغل اغاني اوكي اضغط على النقل بعد ما تنقر خلاص الحين افتح التطبيق هذا اللي يشغل اغاني الحين ابحث عن الاغنية الخاص بك اللي غيرت ناس ما شوفنا هذا هو غيرنا الصورة اوكي لو تشغلها اوكي روح لو تشغلها مثل ما تشوفو تم تغيير الغلاف واضغة صورة عليها وايضا هنا مكتوب اسمنا اسم موقعي نوع فيريستايل مثل ما تشوفو خلاص بحاذ الطريقة تم تغيير الغلاف والصورة الحين لو ترسل هذا لو تنشر هذا الاغنية لأي شخص راح ينتشر صور ورح ينتظر حقوقك وكل شيء وبس هذا هو طريقة تغيير الصورة اضافة صورة لأي اغنية وحقوق واي شيء تبيحة في التفاصيل في الاغنية وبس هذا هو المقطع اذا اجيكم المقطع اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وافع الزلجز بسمعه السلام اشترك في القناة اشترك في القناة